مو غلط. هو يعني كائن من يكون اللي ممكن انت توظفه في عمل درامي كممثل. مو خطأ لكن يجب ان يدرب. يجب ان يقف خلفه مخرج حقيقي ومخرج. يعني فاهم العملية الاخراجية ويتعامل ويه الممثل صح. ويقدر يطلع من عنده الاشياء اللي يريدها واللي تخدم عمله. هس انت حضرتك ذكرت مفردة لطيفة. اللي هي مفردة شركات انتاج. انت تدري بالعراق احنا ما عدنا شركات انتاج. احنا ما عدنا منتج. يعني احنا عدنا قنوات فضائية. اربع او خمس قنوات فضائية. ترصد مبالغ. هاي المبالغ تنطيها لشركات منتج منفذ. يعني بالضبط نفس نظام المقاولة. تنطيها لشركات منتج منفذ. المنتج المنفذ يروح ينفذ عمل طلعة القناة. والقناة تعرض المسلسل بس لحشو ساعات البث خلال رمضان. بعضها ممكن يربح من خلال الاعلانات. بعض القنوات سبلشت انه تفتح منصات الى آخره. هذا اللي تفضلت بحضرتك هو مو خيار الشركة المنتجة. هو خيار القناة الفضائية. يعني البحث عن الانتشار بهذه الطريقة. وصارت اكت تجارب. بعضها نجح. يعني اكتو مسلسل حيرة جابه احد الفنانين او الناس المعروفين. الوجوه المعروفة بالسوشال ميديا. نجح. حقق نجاح زين. لكن هذا النجاح الزين. عندي معلومة انه هو قبل لا يشتغل بالمسلسل. راح اخذ كورس تمثيل. ست شهر بمصر. يلا اجا وقف قدام الكاميرا. لهذا هو طلع يعني شكله مقبول واداءه مقبول. اما غيره من مشاهير السوشال ميديا. اللي دخلوا الى الاعمال الدرامية. وتسجل عليهم انه ما عنده موهبة تمثيلية. او ما قدر يؤدي فتشي ملفت وفتشي مهم. هذا يعني يرجع على اولا المخرج. اولا المخرج واخرا المخرج. استاذ علي. عندنا في كل دول العالم اللي تشتغل بالفن. المخرج يعني حتى وان كان هو ما يدرب الممثل. يستعين ببعض الاشخاص اللي يدربون. كلنا شاهدنا Game of Thrones وكلنا شاهدنا قراءة الطاولة اللي كانت تصير. والمشهد بالكامل او الحلقة بالكامل تقرأ. وبعض الاحيان تؤدى. هذا الشيء ما موجود عندنا الا ما ندرب. هذا الشيء اذا تحقق ادوات العمل الفني كلها تحققت بطريقة احترافية حقيقية. ذاك الوقت رح يطلع عندنا اعمال كلش حلوة. ليس بس خمسة اعمال.